السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلبة طالبات الشهادة السنوية شعبة علوم وشعبة رياضيات. ان شاء الله هنوصل معكم بازن الله حلقات مراجعات السريعة لمادة الكيمياء ان شاء الله هنبدأ. نجمع لكم المعادلات كلها اللي جات في دور مايو اللي هو الدور الاول يعني والدور التاني الفين وسبعتاشر الفين وتمنتاشر الفين وتسعتاشر. معادلات متتابعة وراء بعضها كده ان شاء الله. واللي محتاجة توضيح هنوضح. وضح بالمعادلات الرمزية طبعا فيها عنوان فوق مكتوب في جميع نمازج الامتحانات اكتب جميع المعادلات الكيميائية متزنة مع ذكر شروط التفاعل. ما ننساش دي لانها على نص الدرجة. اجب عن الاسئلة الاتية. وضح امرار غاز بروميد الهايدروجين على حمض الكابريتيك المركز الساخن. جات في دور اول الفين وسبعتاشر. طبعا دي معادلة سهلة. عملناها في المراجعات اللي فاتت قبل كده كتير. يعني اللي شرحناه وشرحناه في وراء قبل كده. في المحاضرات او الحلقات اللي فاتت. يعني نراجع عليها كده ونبص عليها بسرعة. اتنين اتش بي ار. هو ده من البروميد الهايدروجين. ترجمة حرفي. هييدروجين وبروميد. خلاص خدنا منه اتنين عشان حمض الكابريتيك سناء القاعدة. مركز. ساخن. ده شرط التفاعل. بدينا مية وسانيو اكسيد الكابريت والبروم. طبعا ده المعادلة دي احنا شرحناها في الوراء في الحلقات اللي فاتت زي ما قلت. تاني حاجة. الحصول على كابريتات الرصاص من كابريتات السوديوم. يعني مبتدئا بكابريتات السوديوم كيف نحصل على كابريتات الرصاص. طبعا هنضف لها اسيتات الرصاص. اسيتات الرصاص. الرصاص سنائي واخد اتنين اسيتات. مجموعة اسيتات. خلاص لان احنا عارفين حمض الاسيتك حمض ايه? احادي القاعدية. يعني في مجموعة كاربوكسيل ايه واحد. طبعا معادلة دي برضو شرحناها في الوراء. ها بنرجع مراجعة سريعة. هتدينا اسيتات السوديوم زائد كابريتات ايه? رصاص. السؤال التاني ما زلنا بنقول اسئلة امتحانات معادلات. جابها لكم جمعها لكم كده عشان ايه? ما نضيعش وقت. وضح بالمعادلات كيف فنحصل على. حمض بنزين سلفونيك من الاسيين. عارفين الاسيين اللي هو الايه? الاستلين. اسيين هو الاستلين. الاستلين ده نيكل تيوب وتسخين بيديني بنزين. تجميع الايه? الاستلين في حلقة بيديني ايه حلقة البنزين? بنزين زائد حمض كابريتيك مركز بيديني حمض بنزين سلفونيك. حمض بنزين سلفونيك زائد ماي. طي عايزين واحد واحد من واحد وواحد سنائي بروم اويسان من الايسايين. من الايسايين برضو اللي هو الاستلين. طيب احنا عملناها لكده. عملناها الصيغة البنائية بتاعتها لان هي محتاجينها هنا. طبعا هنضيف لها ايه? اتش بي ار. هنكسر ربطة. هنضيف زرة هيدروجين. هنضيف زرة هيدروجين. وهنضيف ايه? البروم. خلاص? يبقى الوقتي هنا. اداني الايسيلين. خلاص? يبقى قسرنا الربطة. واداني ايه? البرومو. ايه ايسيلين. يبقى الوقتي هنا لما نضيف اتش تو. خلاص? اتش تو هنا اتش و اتش. هنكسر ربطة هنا. خلاص? وهيديني الايه? الايسيلين. الايسيلين الايسيلين هنضفها اتش بي ار هنا. هنكسر ربطة هنا. خلاص? وهنضيف هيدروجين هنا وبروم هنا. خلاص? يبقى الوقتي واحد واحد ايه سنائي برومو ايسان. وضح بالمعادلات الكيميائية كيف نحصل على اكسيد الحديد ثلاثة من السدرايت. عارفين السدرايت اللي هو كربونات ايه? الحديد اتنين. تسخين بديني اكسيد حديد اتنين زي اتساني اكسيد كربون. اكسيد حديد اتنين هنعمل له اكسادة وتسخين هدين اكسيد الحديد ايه? تلاتة اللي مطلوب. سؤال اخر اكتب معادلة تحضير حمض البنزويك. حمض البنزويك معروف انه مطلوين بنعمل له اكسادة في وجود خامس اكسيد الفانديوم. بيدينا حمض البنزويك زياد ايه? مي. السؤال اللي بعد كده وضح بالمعادلة كيف يمكنك الحصول على مركب يحتوي على المجموعة. مجموعة الكربينول احنا عارفينها. من المركب يحتوي على مجموعة الايه? اللي هو سي اتش تو او. يعني بداية اللي هو الكحول يعني. الكحول بداية كحول ايزو بروبيلي. ايزو بروبيلي عارفت منين? تلات زرات ايه? كربون. وايزو لما يكون اتنين ميسايل موجودين. بنعمل له اكسادة بيديني مباشرة الايه? الاستون. او اللي احنا بنسميها مجموعة الايه الكربينول اللي عندنا هنا زياد ايه مي. يبدان ايه? اسيتون. يعني ممكن اسيتون. كيف نحصل على الاسيتون من الكحول ايزو بروبيلي اه اكسادة في وجود بالمنجلات البوتاسيام وحمض كابريتيك بيديني ايه? الاسيتون. دي اول نوع من المعادلات وقلنا جايبينها مباشرة من النمازج عشان برضو ايه? ما نضيعش وقت في الكتابة. وضح بالمعادلات كيف يمكن او كيف تحصل على الجامكسان من الهيكسان العادي. هيكسان عادي معروف لزد ست زرات كربون. خلاص. وهي اتنين طرفيين والاتنين اللي في النص نقصين ايه? زرات هيدروجين عشان ما بين زراتي كربون. بلاتين وتسخين هيديني ايه? بنزين. البنزين بنعمله عملية كولورا او بنضيف له تلت جزيئات كولور في وجود الالترا فيلوت هالجانة يعني. خلاص فبديني ايه? الجامكسان. والجامكسان غير الهيكسان الايه? الحلقي. جامكسان في ست زرات ايه? كولور. السؤال التاني عايزين نجيب البنزامايد من حمض البنزوك. حمض البنزوك عارفين لما بنضيف له كحول. بديني ايه? اسطر. اسطر اسطر بنزوات الايه? الاسايل. اسطر بنزوات الاسايل نشوفها اتعملت ازاي? حمض البنزوك. خلاص. دايما لما يحدث تعادل دي شبيهة بالتعادل في الكيمياء العادية. كحول وحمض. بناخد الو اتش من مجموعة الكربوكسايل. والاتش من هنا هي مش هتفرق يعني برضو ان احنا نعلمها وما نعلمهاش. المهم بيتم انتزاع جزيء مية. وبديني ايه? اسطر بنزوات الايه? الاسايل. اسطر بنزوات الاسايل مع حمض النايت ريك. طبعا الاتش اللي هنا. الاتش اللي هنا. هتتاخد معه. شوفوا الالم ماشي ازاي? اهو. يبقى هنا هيديني ايه? كحول. اي سي لي. وتلتحك بها مجموعة الايه? الان اتش تو. عشان تديني ايه? البنزامايد. وده مركب مشهور ناخد بالنا منه. سؤال اللي بعديها سؤال جميل بصراحة اتكرر حيولة تلت مرات في الست امتحانات اللي فاتت من ضمنها النمازج الفين وتسعتاشر. يتوقف ناتج تفاعل الكحول مع حمض الكابريتيك المركز على درجة الحرارة. وعدد جزيئات الكحول. فعلا عدد جزيئات الكحول ودرجة الحرارة. بتفرق معه الكحول. ازاي? بنقول لو خدنا جزيئين من الكحول الايسيلي. حمض الكابريتيك. مركز. عند مية واربعان درجة. نازع مية. زي ما انا معلم كده بالقلم. يديني ايه? ايسير سنائي الايسايل. ايسير سنائي الايسايل زائد مية. طيب. ادي طريقة. لانه بقولي تتوقف على عدد الجزيئات. ودرجة الحرارة ايضا. طيب جزيئ واحد من كحول الايسيلي. عند مية وتمانين درجة. تركيز حمض الكابريتيك. هيديني الايه? الايسيلين زائد ايه? مية. طيب لو ضفنا كحول الايسيلي مع حمض الكابريتيك. طبعا هيديني ايه? كابريتات الايسايل الهايدروجينية. ومشهورة جدا 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 جدا. ونشوف احنا عملناها ازاي? اخدنا اتش من الكحول. دايما بيتم انتزاع الاتش من الكحول. وزي ما قلنا قبل كده من ايه? اللي هو اتش من الحمض العادي او الحمض الايه? الاروماتي. خلاص يبقى نزعنا مية واداتني ايه? كابريتات الايسايل الايه? الهايدروجينية. كابريتات الايسايل الهايدروجينية نصها جاي من الكحول. والنص التاني جاي من ايه? حمض الكابريتيك. المعدلات التانية دي مهمة جدا بصراحة وتكرر كتير 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 من في الامتحانات. واظن احنا لسا مجاوبين السؤال اللي في اول ورقة. عندي البنزمايد ازاي نجيبه من الايه? حمض البنزوج. بالزبط متكرر. يعني متكرر في الفين وتسعة عشر اه دور اول ودور ايه تاني. هنا وضح بالمعادلات او النموذج الاول والنموذج التاني. وضح بالمعادلات الكيميائية كافة تحصل على بنزوات السوديوم من الطلوين. الطلوين طبعا بنعمله اكسادة في وجود خامس اكسيد الفانديوم. ممكن ناخد جزائين بالمناسبة. وبلاش موضوع تلاتة على اتنين دي برضو ما بفضلهاش عشان ما تلخبطش. هيدينا جزائين مية جزائين حمض الايه البنزوج. ولكن في بعض برضو المعادلات كتبينها لكده. فاحنا بنعودكو على ده وعلى ده برضو عشان ما نختلفش في حاجة. حمض البنزوج مع هيدروكسيت سوديوم. نشوف الاو اتش هنا. والاتش من ايه من حمض البنزوج. الدتني مية. والدتني ايه? في ايه? او بنزوات السوديوم. بنزوات السوديوم. يبقى الوقتي هنا بنزوات السوديوم اللي مطلوبة اللي طالبها مني هي بنزوات السوديوم. اللي هي تفاعل السوديوم او هيدروكسيت السوديوم مع مين? مع حمض البنزوج. ممكن يقول ليه في الامتحان مع نتيجة تفاعل حمض البنزوج مع صودة كوية. يجيبها لسؤال تاني غير مباشر يبقى احنا بالورقة والقلم كده ونركز قوي على المعادلات بصراحة معادلات مهم خلاص وانا فضلت اجمعها بالصورة دي احسن عشان ايه ما انضيعش وقت طيب نيجي بنزمايد من ايه حمض البنزوك عملناها فوق بس نقولها تاني بقى بسرعة حمض البنزوك حمض البنزوك مع كحول ميسيلي ادتني ايه بنزوات الميسايل خلاص طيب بنزوات الميسايل او اسيتات الايه الفنايل هنا سي دول البندو او هنا حلقة البنزين مع اتش ان اتش تو ادتني سي او ان اتش تو اللي هو البنزو ميض وطلع للكحول الميسيلي مرة اخرى يبقى بدأنا بالكحول الميسيلي في الاول وطلعنا بالكحول الايه الميسيل خلاص يبقى الوقت هنا ازاي ازاي حصلنا على البنزومايد من حمض البنزوك عملها لكم مرة هنا مع الكحول الميسيلي واللي فوقيها كانت مع كحول الايه الايسيلي مازلنا برضو في معادلات الجميلة في وجهة نظري لانها متكررة كتير بالمناسبة تسخين هيدروكسيد الحديد معادلة دي مهمة يا جماعة اكبر من متين درجة ودي احنا قسمناها وشرحناها فورا قبل كده اه ستة او اتش متوزعة لسطرين طلع لتلاتة جزيئات مية واكسيد الحديد ايه تلاتة خلاص دي اول حاج تسخين اوكزلات الحديد بمعزل عن الهواء طبعا نزعنا او تسخين ومعزل عن الهواء والحديد مع الاكسوجين الدان قوية اخدنا سي او و سي او تو وده شرحناها برضو في الحلقات الايه اللي فاتت وضح بالمعادلات كيف تحصل على الايسانال من الميسان الايسانال اللي هو الاسيتالضايد من الميسان الميسان تسخين او تبريد سريع عند 1500 درجة بديني الاستلين زيئة مية الاستلين هي درها حفزية بنضيف له مية خلاص في وجود حمض كابريتيك اربعين في المية وكابريتات الايه الزقبك مية وستين خلاص زيئة الزقبك كابريتات الزقبك عند ستين ايه درجة معوية وبالنسبة لحمض الكابريتيك نسبته اربعين في المية الدتني الايه الايسانال او الاستلضايد اكتب معادلة تميق ملح استات السوديوم معادلة جميلة تميق ملح استات السوديوم ستات السوديوم كلمة تميق يعني بنضيف لها مية الدتني حمض الاسيتك زائد ان ايه موجب ويه او ايتش سالب طبعا ده الكتروليت قوي خلاص بيبقى تم الايه التقايي ووضح بالمعادلة الكيميائية اضافة حمض الكابريتيك المركز الساخن الى اكسيد الحديد 3 اكسيد حديد 3 زائد حمض الكابريتيك مركز خلاص تسخين طبعا بيتم تبادل المركبات يعني اتنين حديد و 3 اكسوجين هنا 6 هيدروجين و 3 SO4 ادتني افئته SO4 كل 3 زائد ايه 3 جزائد ايه مية اكتب معادلة التفاعل الكل في خلية الزائبق في خلية الزائبق يبقى المعادلة دي تاني اضافة حمض الكابريتيك مركز الساخن الى اكسيد الحديد 3 خلاص انها تكتلع لي كابريتات الحديد 3 زائد 3 جزائد ايه مية اكتب معادلة التفاعل كل في خلية الزائبق الزائبق نهايتها زائبق ومدايتها خرصين نركز كده في الطرفين عشان ما نطلخبطش في خلية الزائبق اللي على اليمين الطرف الايمن زائبق زري ها هو عندي الخرصين زر زائد اكسيد الزائبق ادتني اكسيد الخرصين اكسيد الخرصين كسر روابط جزائية المواد المتفاعلة الخرصين تحت مع الاكسوجين والزائبق تكون وده معروف ان هو الزائبق مادة ايه في الضيط اللون وضح بالمعادلة الكيميائية كيف تحصل على اسطايل حمض السلسلك واسكر استخداما واحدا اسطايل حمض السلسلك طبعا ازاي نحصل عليه نحصل عليه من تفاعل كحول اسيلي خلاص هنا حمض الاسيتيك مع الايه الاسبرين ده عكس الايه عملية تكوين الاسبرين الدني اسطايل ونزع جزيق مية نزع جزيق مية يبقى الوقت هنا تم نزع جزيق مية ومجموعة الحمض بتاع الاسيتيك اتصلت بالاكسوجين هنا اهوت يبقى هنا الاتصال نزع جزيق مية خلاص وتم التحاق بقية جزء حمض الاسيتيك مع الاكسوجين يبقى ده ايه اسيطايل حمض الايه السلسلك خلاص طبعا هنا يستخدم في في الصدع او علاج الصدع هنا الحالة التانية عايزين سلاسي ناطرات الجليسرين واسكر استخداما واحدا سلاسي ناطرات الجليسرين بنحضره من الجليسرول مع حمض النيتريك بناخد تلاتة حمض النيتريك طبعا حمض النيتريك معروف ان احنا بنجزقه او اتش ان او تو او اتش ان او او اتش ان او تو طبعا في نزع تلات جزيقات مية نزع تلات جزيقات مية وبيتكون اللي هو سلاسي ناطرات الجليسرين خلاص و تلات جزيقات مية اللي تم نزعهم طبعا ده في صناعة المتفجرات وفي توسيع الشرعين في علاج الايه الازمات القلبية دي كان اخر حلقة حاجة في حلقة النهاردة ان شاء الله وسمناها مراجعات سريعة للمعادلات اللي متكررها عندنا في نمازج الامتحانات في البوكلت ودي برضو للاستفادة وعشان يعني تبقى فيه مراجعة لمعادلات اللي تكررت في الامتحانات تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى راجب حبير العلوم معرف زماننا عشان توصل لنا كل جديد ونشترك في القناة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته